بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في هذا الدرس درسنا لهذا اليوم يحتينا يونتون الوحدة السادتة الدرس الاول يعني اول درس من الوحدة السادتة هو هذا موجود بصفحة 74 وكذلك راح اخذ صفحة 75 درسنا لهذا اليوم درس لطيف ومهم جدا بنفس الوقت هم مهم وهم لطيف اول شي عندي لاني مفردات راح اشرح لك ياهن وتحفظهن وتفهمن حتى تسيطر على الوحدة اول مفردة اول كلمة هذي اللي اسمها اد اد معناها يضيف يعني مني تجيب شي اضيف ملح اضيف زيت يضيف اد ثاني واحدة سبريد سبريد شنه معناها استاذ سبريد مني تجيب مثلا زبدة تنشرها وين على خبزة تجيب قيامار تجيب جبن تجيب فتشي معجون اي شي كاتشب ما كاتشب تجيب تخلي على الخبزة تخلي على صمون فهذه سحولة سبريد معناها ينشر شنه معناها ينشر ينشر شي اما عدك كلمة great great معناها يبرش great معناها يبرش يبرش مثلا جبن مبروش مثلا عندك فد مثلا كارت اللي هو جزر تبرشي لخيار تبرشي cucumber هذا great اما كلمة peel peel معناها يقشر يقشر orange برتقال يقشر peel هاي معناها peel معناها يقشر اما كلمة bake معناها يخبز كلمة bake معناها يخبز ويخبز بعد معروفة عندك كلمة mix يخلط نجيب اشياء تخلطها تقذر معا mix يخلط عندك كلمة wash معناها يخسل wash يخسل مثلا يخسل فواكه يخسل خضروات wash عندك كلمة slice معناها يقطع مو بس يقطع يعني مثل كلمة cut cut يقطع لكن هنا slice بشارط لازم تكون هاي لسلايس شراح فش نقول slice معناها يقطع شراح هذان الكلمات ترجمت لك ياهن هسا وراح اعيدهم مرة اخرى على هذان الصور اعلى راح نروح على الصورة الاولى مثل ما تلاحظ انه هاذا cake موجودة هنا راح يخلونا بالاوفن فهذا هنا عندي الفعل bake يخبز اوكي هنا bake cake يخبز الكيك عندي الصورة الثانية تلاحظ قاعد يبرش تشيز الجبنة او الكارت اللي هو الجزاء فكلمة يبرش great اوكي bake great نيجي لهنا تلاحظ هاذي butter معناها الزبدة تلاحظ قاعد يساولها spread spread معناها ينشر كما تلاحظ ينشر الصورة الرابعة عزيز الطالب هذي فواكه او خضار سوري وهنا هذي الحنفية اوكي فهنانا شدي يساول هين wash يخسل wash يخسل اما الصورة الخامسة 5 عندك هنا هذا oil وقاعد يضيف add add يضيف مثل ما تلاحظ ذلك الرفعال لازم تحفظ ذلك الكلمات لازم تحفظ مهمات جدا جدا وراح تشوف نمبر 6 شوف هنا قاعد يقطع شرائح يعني مو عشوائيا مو chopping او cutting اوكي فهنانا شرائح بما انه شرائح يقطع شرائح slice slice اما هنا مثل ما تلاحظ انه هذا mixer electronic mixer خلاط الي او يخلط pie spoon اوكي فهنا يخلط mix mix معناها يخلط اوكي اما اخر شي هنا تلاحظ peel يقشر مثل ما تلاحظ الصورة امامك هنا peel هذا apples maybe potatoes onion 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 البصل فهذا كل peel معناها يقشر هذا الافعال الثمانية مهمات جدا جدا بير بالك عليها عزيزي الطالب هذا ما موجود في صفحة 74 سوف ننتقل علمهم ننتقل على صفحة 75 هنا ايش عندك عندك مثلا هنا عندك هذا البصل شو نقول علي sliced onions بصل يعني مقطع شراح لو sliced tomatoes يعني طماطع شوف هسا طماطع اوكي لو بصل مثل ما تلاحظ المطلوب من عندك اتفقط تخليتك بصل الفكرة نيجي للثاني بكتر نمبر 2 هذا grated معناه مبروش اوكي carrot جزر مبروش لو grated cheese اكيد الاجابة grated cheese اوكي اللي هو جبن مبروش اما هنا built orange يعني برتقال مقشر لو built potatoes عندك شوف برتقال لو بطايتر اكيد امامك نبين اللي هو orange برتقال هنا هذا مثل ما تلاحظ الصورة الرابعة عندك كلمة oil لو pepper هذا فلفل حار لو oil اللي هو زيت اكيد oil فانت تخليتك هنا flat bread هذا خبز لو بيزة يعني خبز لو بيزة اكيد خبز متل ما تلاحظ اما صورة الاخيرة من هذا التمرين عندك هذا اللي موجود ال eggplants البيذنجان البيذنجان الكاروت اللي هو جزار كوكمبر شي يعتبر يعتبر ذني فواكه يعني fruit لو يعتبر vegetables خضروات اكيد يعتبر vegetables خضروات هذا بالنسبة للفعالية راح ننتقل المه ننتقل هذا مهم جدا جدا هذا يجيك بطريقة much اربط يعني سؤال a verb to a phrase اربط الفعل مع شنو مع العبارة مالتها هذن عبارات وهذن الافعال الثمانية اللي خذتهم قبل قلي ليش قلت لك محمد هذن راح يمشي نياك من الدرس الرابع هذن دائما راح اشوف سبريد ينشر يقشر يضيف يقصر يقطع شراح عندك بيك يخبز يخلط هذن الافعال راح يتكرر راح يتكرر عزيزي فهذت اذا تحفظ منها ستفهم افضل ما انك راح تواجه صعوبة صعوبة النهاية الوحدة فهذا اجي عدي اول كلمة عندي سبريد معناها ينشر راح اخلي الارقام وانت اتجرخط بالكتاب لكن انا راح ارقم ما اقدر اجرخط لان اظل اجرخط مننا راح صر عشوائية وما راح تقدر تفهم او تحفظ لذلك راح اخلي ارقام امام هس عدي سبريد اللي معناها ينشر خلي نشوف معا منه مثل ما تلاحظ امامك هذي يعني ينشر الزبدة على الخبز فهذه نمبر اما يقشر هو حالة ياه يقشر البصل والبتاتو عندك كلمة يضيف خلي نشوف يا من اد سم اويل يضيف بعض الزيت يضيف اذن اد سم اويل اد معناها يضيف سم اويل بعض الزيت ووش معناها يخسل خلي نشوف شنو يخسل الخضروات فووش لاحظ نمبر 4 امامه يعني انا رابط لك هاي العبارة مع هذا الفعل يخسل الخضروات 5 اللي هي سلايس يقطع شرائح شنو اللي يقطع وهي خامسة لاحظ هاي 5 خمسة مع اول وعدة يقطع شرائح البصل والطماطع فلاحظ 5 عندك كلمة great اللي معناها يبرش خنشوف اش يبرش لاحظ 6 the cheese يبرش الجبنة great the cheese great the cheese number 6 اللي هي هذا الفعل السادس اما الفعل السابع اللي هي bake يخبز خنشوف يخبز bake in the oven لاحظ يخبز في oven اللي هو هذا الطباق oven bake in the oven يخبز في الطباق oven عندك كلمة mix اللي معناها يخلط مع تلاحظ الثامنة هاي everything together bake mix اللي معناها يخلط كل شيء معا هذا درسنا لهذا اليوم ادني الافعال الثمانية جدا مهمات بالاضافة الى هذا التمرين اللي اربط مهم ايضا جدا جدا دير بالك عليه لحد لهنا انتهى درسنا لهذا اليوم انتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته